بسم الله الرحمن الرحيم أيها المباركون على منصة الثراء نستكمل مبتدأنا به على بركة الله الجهاد في الإسلام نظم الإسلام العلاقات الدولية وفق مجموعة من القواعد والمبادئ وجعل مبدأ السلم هو الأصل في العلاقات وذلك للمحافظ على حياة الناس قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ولكن إذا وقع الاعتداء على المسلمين فيجب دفع الاعتداء والظلم بالطرائق الممكنة جميعها ومن ذلك أنه شرع الجهاد وجعل الحرب حالة استثنائية طيب شما فهم الجهاد؟ عند الجهاد نعين الجهاد بالمعنى العام هو بدل المسلم وسعه الالتزام بتوجهات الإسلام قال تعالى وجاهد وفي الله حق جهاده نسميه هذا الجهاد الأكبر الجهاد بمعنى العام إن الإنسان يجاهد شهوته يجاهد شيطانه كيف يتحقق الجهاد بالمعنى العام؟ جهاد النفس هو صدها عن الهوى جهاد الشيطان بعدم ننصيع له جهاد العصى بإرشادهم إلى فعل الطاعات وترك المعاصي لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن طيب خلصنا هيك الجهاد العام نيجي للجهاد الخاص اللي هو قائم عليه الدرس اللي هو قائم عليه الدرس يتعلق بمحاربة المحتدين مثال أنيطة هذه المسئولية بالجيش في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه حين أنشأ دارا للجند سيدنا عمر أنشأ دارا للجند هاي دوائر ركزوا عليها لكن تستطيع الدولة هون استثناء أن تستعين بكوادرها كافة في دفع المعتدين طيب شو ضابط إعلان القتال؟ يعني شو الضابط؟ القتال يعلنه رئيس الدولة بس وليس الأفراد ليش؟ فبعض الناس يدفعه وتصوره القاصر لمفهوم الجهاد إلى أعمال غير صحيحة زي المنظمات الإرهابية ممكن يعمل عمل كارثي يسوي حرب من وراها فالأمر منوط بالرئيس الدولة مشروعية الجهاد بالمعنى الخاص متى شرع الجهاد؟ الجهاد مر في مرحلتين مكة والمدينة والمدينة في مكة النبي كان يربي أصحابه ويعدهم إعداد عقائده كانوا مطالبين بالصفح ولم يطالبوا بالقتال احفظه هيك لكن بعدما انتقل النبي إلى المدينة وصار عندهم قوة أذن الله لهم بالقتال إذا متى من الذي أذن لهم ربنا؟ وين؟ في المدينة قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر من القدير إذن شرع الجهاد في المدينة وليس في مكة شو ضوابط الجهاد بالمعنى الخاص؟ الجهاد واجب هيك أحفظها واجب على الدولة وذلك عندما تنعدم وصائل الصلح إذا أعلن الحاكم النفير العام أو استنفر مجموعة يعني مش الكل وجب الطاعته شو الدليل؟ يا يولذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا إذن ثاقلتم إلى الأرض إذن واجب علي إن أنا أطيع ولي الأمر الحال الثالث إذا اعتدى عدوه على بلد من بلاد المسلمين شو بيصير؟ في عندي حالتين الحال الأولى تعين على أهل ذلك البلد قتالهم بكل الطرق المشروعة طيب ما استطاعوا على باقي المسلمين إعانتهم بالمال والسلاح والنفس شو الدليل؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إذن بحال اعتداء على بلاد المسلمين وجب أهل البلد دافهوا ما استطاعوا باقي بلاد المسلمين بمدهم بالمال والسلاح والنفس أيضا حكم الرابع يجب على الجندي الثبات في المعركة عدم الفرار ممنوع يهرب إحنا يا شهيد يا منتصر لأنه بانسحابه يسرب بالهزيمة قال تعالى يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وعد النبي الفرار من معركة كبيرة من الكبائر لقول النبي والتولي يوم الزحف هذا من السبع الموبقات المهلكات شو الحكمة من مشروعة الجهاد؟ بالمعنى الخاص شرع الإسلام قتال المعتدين لحكم دفع عدوان المعتدين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين لرفع الظلم عنهم حماية الدين والأوطان أخطاء في فهم الجهاد يخطئ من لا يفهمون الشريعة فيطلقون مفهوم الإرهاب على الجهاد كثير من الناس يعرفوش الشريعة الإسلامية فبيجي بطلق لك مفهوم الإرهاب على الجهاد بيقولوا وقف الإرهاب يقوم على الظلم العدوان الجهاد يهدف إلى رد العدوان ورفع الظلم معكس بعض أيضا اتنين با يخطئ أيضا من يقوم بأعمال تحت مفهوم الجهاد لكنها تتعارض مع مفهوم الجهاد الحقيقي يعني زي المنظمات الإرهابية تعمل عمل تظن أنه هذا من الجهاد وهو ليس من الجهاد فيقومون فيظنون أن من الجهاد هم بفكرة ذو المنظمات الإرهابية أنه من الجهاد الاعتداء على الأجانب والسياح الاعتداء على موظفي السفرات اعتداء على المنشآت العامة التفجير القتل القتل غير المسلمين من أجانب في بلادهم بظنوا أنه هذا جهاد وهذا ليس جهادا الجهاد عندي أربع أقسام عندي جهاد بالنفس بالمال بالرأي والكلمة بعالة المقاتلين هو درس طويل شوي الجهاد بالنفس شو تعريفه؟ الخروج للقاء العدو مباشرة وهو أعلى أنواع الجهاد يعني تطلع القاتل عدو وجه لوجه وهذا لا يكون إلا بأمر رئيس الدولة نجعل الجهاد بالمال بدل المسلم المال في تجهيز الجيوش ماشي؟ هنا أنا واحد يقول لك أنا ما بقدر أجاهد بجسدي بنقول له ما لك تجهيز الجيوش من موارد الدولة عادة لكن إن لم تكفي نلجأ إلى المواطنين من صور الجهاد في المال إنفاق المال في إقامة المصانع بناء القلاع والحصون المراكز الصحية إنفاق المال على المجاهدين وذويهم قال النبي من جهز غازيا فقد غزى ومن خلف غازيا فقد غزى يعني أيضاً الذي يجهز مجاهد أو يدير بارع ابن المجاهد أيضاً هو قد غزى من مستلزمات الجهاد بالمال إقامة المؤسسات الاقتصادية لإمداد الجيش وللشعب بما قد يحتاجون لرفع المشقة هذا كله بالمال نجي الآن الجهاد بالرأي وهو الجهاد باللسان والقلم هيك تعريفه ويشمل الخطابة في إنسان بقول لك أنا يا أخوي ما بقدر لا أجاهد بنفسي ولا عندي مال مقولي طب عندك أسلوب خطابة بقول آه قال لا بنقوله كتابة بقول آه شعر بقوله تعال أي شي بتقدر تخدم المجاهدين فيه اشتغلوا قال الرسول لحسان بن ثابت نحفظ اسمه في يوم بني قريضة نحفظ المكان أهجو المشركين فإن جبريل معك يعني حسان بن ثابت كان وظيفته فقط أن يجاهد بلسانه إجا واحد قال والله أنا لا أملك لا جسد ولا مال ولا عندي أسلوب خطابة ولا بعرف الشعر ولا بعرف الكتاب من قوله تعال تعال مش رحل خليناك عذر الجهاد بعانة المقاتلين كيف توفير الظروف وتقديم الخدمات للجيش ويشمل نجيب طعام دويننا المرضى حراسة المنشآت شو بيحتاج الجيش منك سوينه مبادئ القتال في الإسلام للقتال المعتدين المحاربين مبادئ عظيمة في الإسلام ولا يوجد الدين في الأرض مثلها تحريم الاعتداء على الذين لا يقاتلون من نساء وأطفاله كبار روى ابن عمر إنه النبي وجد امرأة مقتولة فنهى عن ذلك وجوب الوفاء بالعهد تحريم الغدر الخيانة التمثيل بالقتلة كان النبي إذا أمرأميرا على جيش أوصاه وأوصى المسلمين أغزوا بسم الله قاتلوا من كفر أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا لا تغلوا لا تكتموا أموال الغنائم هذا هو الحفظ معنا حفظ تحريم الاعتداء على الأماكن العبادة ألعبت بالأشجار لأن ذلك من أشكال الفساد ما في دين مثل هالدين الله أعطيك العافية طبعا درس اللي بعده بتبع له السلام عليكم